السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك موعظة تقديدية كما يقال كنا دائما نسمعها من المشيخة فيما يتعلق بالصلاة الفجر والمدرسة وهي أن كثيرا من الآباء والأمهات لا يوقظون أبنانهم على صلاة الفجر ولكن يوقظونهم على المدرسة مع أني الفارق بسيط ساعة تقديدا في الواقع هذه الساعة شرحت لي غواهرة كثيرة أراها في الواقع كنت محتارا فيها حتى لا يضرب على الصلاة انتركها ولكن يضرب على المدرسة ويرى أن المدرسة هذه كل شيء هذا القالب الذي نقش في رؤوسنا منذ الصغر بماذا أثر علينا؟ طيب ما هي المدرسة؟ مدرسة يقرأها الناس قراءات مختلفة صنف الأول قرأها هكذا أن المدرسة ما سيأتيني لاحقا بوظيفة والوظيفة المقصود منها الماء طيب أنا وأنا صغير كعموم أبناء الجيل رأينا على التلفاز هؤلاء المصارعين هذه وظيفتهم المصارع الحراء وكمال الأجساء وهذه الوظيفة جلبت لهم الكثير جدا من المعجبين ومعجبات وجعلتهم مشاهير جدا وتغذق عليهم مالا وفيرا إذن هذا أمر جيد لأن المدرسة هذه اللي عظمت على الصلاة منتهاها أن تأتي ببعض هذه الأمور وهذا جاء بالأمر على أكمل ما يخ اليوم حين نرى شابا يضع في تعريفه الشخصي أنه يحب المصارع وكمال الأجساء ثم نجده يتحدث مثل المصارعين باللغة الإنجليزية هذه مع تخشين الصوت ويضع الوشوم ويحرق القزع مثلهم ثم تظهر منه الكثير من الممارسات الغريبة من أين جاءت هذه الأمور كلها فأنت حين تأتي وتحدثه وتقول له الوشم حرام أو غيره هو الآن ما بعقله حرام أو غيره هي الصلاة اللي هي عمود الدين استهين بها منذ البداية فتأتي أن تتكلمه على الفروع هو لما قرأ المدرسة بهذه القراءة والمدرسة أصلا قدمت صار عقله مهيّا إلى أن يتأثر بلموذج اللاعب أو المصارع أو غيره أو غيره أو غيره ويقتدي بهم في كل دقيق وجليل من شدة محبته له لهذا قبل مدة مثلا بعض الناس ينشروا صورة لللاعب المصري محمد الصلاح وهو خارجه من المدرسة فماذا يقول؟ يقول محمد الصلاح لما كان سيتهور وينفق أمواله في الدراسة قبل مدة أروني صورة للمثل المصري وممثل أفلامها سيئة جدا ولها تأثير سيئة جدا على أخلاق الشباب والبلطجة وغيرها ووضعوا له صورة يقول أنا هذا الموقف كنت أنتظر فيه باصل مدرسة وغيره وغيره والآن أنا أقف لكي أنتظر سيارة حديثة يقولوا الحمد لله على النعمة هو فعلا مدرسة من الذي كان يراد منها يراد منها وظيفة تأتي بالمال هذه المدرسة التي كانت تقدم على الصلاح تقدم على كل شيء هو صار ممثلا هذا الممثل عنده مال وشهرة أنتهى الموضوع لأنه أصلا الدين أحسن أحواله في عقول الناس أنه يشكل خط موازي لمنظومة الأهداف المعلمنة اللي جايه مع الدراسة يعني حتى لما يقال لهم الدراسة عبادة والعمل عبادة هذه العبادة هي أعلى من العبادات العادية العبادات العادية ما يهتم بها مثل ما يهتم بهذا الأمر مثل الصلاة مثلا الصلاة صليت في جماعة لم تصليها في الجماعة أهلا وسهلا صليت في وقتها لم تصلي في وقتها أهلا وسهلا لكن هذا أمر فيه مضباط هناك مثل آخر هناك شاب آخر قرأ الأمر قرأ قراءة مختلفة عن قراءة هؤلاء ولكن هوير من خرجي لنا بمسخن آخر درس المواد العلمية مثل الفيزياء البيولوجيا الكيميا وهذه العلوم الذي يفترض أنها تدرس بمعنى أنها تفكر في خلقة الخالق لكنه هو قرأها بالنظام العلماني والعلموي الحديث أنها فقط وقوف عند هذه الحوادث الطبيعي دخل في عقله الفكر العلموي ممكن لما درسه في مدارسنا نعم كان الأمر يرتبط بالخالق في هذه المدرسة التي أصلا قدمت على الدين لكن لما هو أراد أن يتوسع وكان يعظم العلماء التجريبيين عنده رح يدرس عنده علماء التجريبيين أو يقرأ طريقة التجريبي الغربيين دخلت عليها العلموية العلموية بمعنى التفكير المادي في دراسة الظواهر العلمية وحصر الأدلة والحجج والبراهين بهذا الأمر بأمر العلم التجريبي وإهمال الأدلة العقلية والفطرية وكل شيء فحين يظهر لك شاب يقول لك أن أؤمن بنظرية تطول وهي عليها أدلة وعليها براهين وعليها كذا وعليها كذا ويقول لك إذا رأيت الله عز وجل بعيني لأن قد تكون مسألة فوتوناتا أو غيرها منهج التجريبي مبني على الحس أحد ما بني عليه الحس يعني أحد أركانه الحس هو لا يؤمن بالحس يعني لا يؤمن بقطعية الحس ولكن يؤمن بنتائج العلم التجريبي لأنه منتمي لهذه المدرسة طبعا فكر صفصطاي ولكن بداية الانتماء من المدرسة من خلال هذه المواد التي درسها أنها مقدسة لذاتها فلهذا هو لا يريد أن يقرأ الأمر من خلال أن الأمر خلقة خالق ثم بعد ذلك نقرأه بهذا الصورة لا أنا أريد أن أقرأه كما قرأه الغربيون أنا أريد أن أقرأه في هذا المربع لماذا تريد أن تقرأه في هذا المربع؟ لأنه هكذا هو الأمر في المدرسة بالصورة الموجودة في الغرب بالصورة المعتمدة بالصورة التي تجلب الشهادة والشهرة بالصورة التي حين أبتعث أتحدث بها لن أذكر الله عز وجل في دراستي لو ذكرت الله عز وجل سأرص وقال لي لا ممنوع أن تذكر الله عز وجل وأنا منذ البداية تعلمت أن الشهادة والدراسة هذا أهم شيء في حياتي فهذا اللي هو أهم شيء في حياتي هو اللي يكون عقيدتي وهو اللي يصير حاكم على كل شيء لماذا؟ لأنه أصلا في البداية أنا لم ألقن الدين على أنه الأجوبة على الأسئلة الموجودة وأنه الخيمة لكل شيء تحته لا أنا وقنت على أنه خط مواسي لهذا في أحسن حالاته لا وخط مواسي بعدها متروك اليوم حتى كثير من الناس لما يطلع واحد مخترع بلحية ولا واحد طبيب إسلامي ولا واحد كذب وقلوا شوفه هذا ملتحي ومخترع وهذا شوف مينافي وهذا كذا وهذا كذا هو أصلا المفروض الدين يزكي الأشياء الأخرى مو الأشياء الأخرى تزكي الدين هو الأشياء الأخرى تسقط بأنها قد تجني على الدين فيه نموذج مختلف عن نموذجين السابقين هذا فيه شاب وهو نموذج إنسان متدين فيه ما يظهر للناس كان ما يصلي الفجر في وقتها لكنه يكون محضر واجباته وأمور لما يروح للمدرسة وتكون هناك مواد تربية إسلامية أو مواد إسلامية دينية تلقاه ما شاء الله شاطر وحافظ كوي شيء ويسمع ويصف قول له والمدرس يشكره ومش عارف إيش وممكن هو اللي يقرأ القرآن في الإذاعة هو ما صلى الصلاة في وقتها لكنه هو يعرف من الدين أنه معلومات هذه المعلومات حين تبرزها للناس تأتي لك بثناء ناس الصفق ودرجات توضع لك بعد ذلك هذا ممكن يصد طالب علم ممكن يصد داعية يقيس نفسه بإيش؟ بعد المتابعين بعد العناوين بعد الأغلفة التي وضع عليها اسمه يقيس نفسه بكثرة المعلومات يتكثر بالمسائل ويقيس نفسه بالشهادة التي يأخذها والتي لا بد أن يرضى المشرف أو المناقفين بالمادة العلمية يقيس نفسه بهذه الأمور ويتكثر بهذه الأمور كما يتكثر أهل الدراهم بالدراهم كما قال بعض السلف في ذنب المنظور الخلف للعلم الشرعي يتكثرون بالمسائل كما يتكثر أهل الدراهم بالدراهم لكن تقول لي ولكنه يخدم الدين يخدم الشرع أقول لك مع الأسف هو ممكن يخدم الدين في جوانب ولا شك ولكن التدين الحقيقي اللازم للمتكلم في الشريعة لا يوجد عنده فهو كما أنه كان قديم يترك الصلاة في وقتها يترك الفريضة الأمر الهام ويتمسك بمعلومات يقولها أمام المدرس وأمام زملائه فيحصل على درجات فإنك ممكن أن تجده يترك الاتباع الواجب للسلف يترك السلفية الحقيقية والاتباع للمتقدمي كما ينظر والاتساق المنهجي العلمي ويترك التدين ويصير يتمسك ممكن بأمور جانبية خلينا نقول جانبية لا تثير المشاكل أو بأمور تحدث عنده استعراضا علميا على الناس الآخرين يستعرض عليهم هذا الشكل ويقولوا الناس ووو هذا عبقري هذا هذا يعرف كل شيء هذا وممكن هذا هو نفسه تجتمع نظرته للمدرسة مع نظرة ذاك الأول فيصير الدين عنده وظيفة أو الدين عنده شهرة فيصير ينتقي من الدين ما يتقرب به للجماهير يجعل المعلومات الدينية بحسب ما يطلبها المستمعون لأنه قديمة كان يعطى منهج يحفظه ويأديه والناس الصف فاليوم أيضا أهم شيء التصفيق اللي كان صف قوله أو قوله لكذا هذا هو إلى الآن في ذهنه ولكن عن طريق عدد متابعي عدد لايكة عدد شيرات مشاركات عدد تفويلات عدد ميشانات إيجابية الناس كثيرا ما يتكلمون عنه مع الصلاة وأنا والله أشوفهم فتنة الجماهير صحيرة أعظم اليوم ترى كثير من خلي نقول بعض المنتسبين للعلم بعضهم والله وبالله وتالله توعظة 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 توديه لمواعظة تشير إشارات من بعد فلا يتأثر بقدر ما يتأثر بالتعليقات على الفيديو السلبية والمنشينات السلبية ونقص عدد المتابعين لأنه قبل كانت تفوت الصلاة الفجر عادي ما يصليها في وقتها وممكن ما يصليها نهائيا ولا يتأثر ولا أحد يكلمه ولا أحد يعاتبه لكنه يتأثر إذا درجت في مادة الدين أو في المواد الدينية ككل نقصت تشون الناس ليش أنت درجتك نقصة فيتأثر فاليوم هذه يعتبرها نقص الدرجة عنده لو ينفض أصحابه من حوله يكون منتمل تيار معين ربع اللي صف قوله فيقول لك كلمة حق مثلا فيه موضوع معين أو فيه شيء يعتقدون أنه حق فتجدون ينقلبون عليه طبعا فيه نمط رابع النمط اللي نظر الموضوع من ناحية قيميه في كثير من المدارس تدرس القيم لك درس مجردة عن واقعها العقائدي بدون أن ترجع الأمر إلى الأول إلى الله عز وجل تقف عند حد ففيه طرف رابع درس هو القيم الموجودة في المدارس في التربية الوطنية قيم الخير هذا اللي باللغة العربية وحتى بدرس الإنجليزية اللي يساعد البسطة بدون ربط الأمر بالسماء هذا يكون مهيئا للموضوع الحقوقي ويصل بين وجود حقوق للناس وبين وجود عقيدة سليمة تصحح المساء ويكون عنده مشكلة أصلا مع الدين إذا لم يصل إلى مرحلة الحقوقية التي في ذهنه اللي تقدس الإنسان من حيث أنه إنسان بغض النظر عن عقيدته فهذا ممكن يصير بعدين مناظر يصير كلا يصير كلا نسيت واحدا سبحان الله الأدباء العديب أو الشاعر وهذا ممكن يكون تأثر بمدرسة أو تأثر بالإعلام والذي أيضا ممكن تجده إنسانا لا يهتم بالثوابت الشرعية تظهر في أشعاره المخالفات الفاحشة وهذا ممكن يحسب على الصنف الأول الباحث عن الشهرة وإلى آخر إذا أخير طبعا هؤلاء الأطراف جماعة الشهرة الأوليين وجماعة العلموية اللاحقين وجماعة التدين خلينا نقول التدين المصطنع هؤلاء جميعا إذا ما فشلوا في تحقيق هذا الأمر يدخل عليهم من اليأس والإحباط الشيء العظيم وكلهم عندهم احتقار للصورة التدينية التقليدية اللي هي أعمق من نظرتهم والسطحية للحياة ومعني يصور لك إنه عميق وكذا وهو أصلا مسكين وأيضا كلهم مايرجعوا الأمر إلى الأول كلهم والله أنا أبي سعادة أبي شهرة أنا أبي كذا إيه طيب لأنك حي أصلا طيب الحياة هذا منين جدت ومن أتى بها ما يبي يوقف عند هذا الموضوع والله العلم والمخلوقات طيب مخلوقات منين جدت ومن أوجدها ولماذا أوجدها ما يريد أن يدخل في هذا الموضوع الثاني الدين وحنة وعلوم ومش عارف طيب العلوم ما المراد منها أصلا أنك تروح للجنة طيب هذا هذا هذه هي طريقة الأوائل لا شفت القصة هذه قصة الساعة هذا اللي بين وقت الصراكة هذا اللي أخرجت لنا الكثير من الظاهر حنا مستغربين منها هي ليش موجودة في جيلنا في جيل أبنائنا حنا مجتمعات محافظة حنا كذب ليش طرج مننا هاتف لماذا طلع مننا شباب علموا يقول كلام اللي يقولوا ليش طلع من عندنا شباب متأثرين يقلدون المصارعين ويقلدون الكذا لا ورح تطلع بلاوية أعلى وليش طلع عندنا شباب حقوقي بنزعي الحادي أو بنزعي إنسانوي وليش طلع عندنا طلبة علم ما أخذين العلم معلومات بس والتديون مظاهر وحتى موضوع الأخلاقيات ليش طلع عندنا ناس ينتقلون من كونهم طلبة علم جيدين إلى مسوخ أشباه نسويين ولا أشباه حقوقيين ولا أشباه كذا ليش حنا مثلا عندنا الممثل قدوة ولاعب الكورة قدوة وكذا قدوة مش عارف إيش قدوة تذكر أخبارهم وتذكر أمورهم وتذكرها ليش حنا مثلا ناس تكلم بالسياقات الحقوقية تكلم عن منديلا وقفار وتكلم عن مشاهير الكورة والمصارع وغيرها وتكلم عن أينشتاين ونيوتين وعلماء السلف القدامى كثير منهم مجهول لا يعرف لا يعرف لا يعرف نهائيا تجد إنسان له سياق له تأثير محوري في تاريخ الأمة يعني أنت الآن مثلا الآن أكبر بلد إسلامي من ناحية العدد تقريبا ناطق بالعربية مصر هل أنا أمسك أي واحد مصري في الشارع تقول تعرف يا سيد ابن أبي حبيب؟ تقولك ما أعرف هذا أول من أدخل أحاديث الأحكام إلى مصر نوبي هو تابعي يعني شخصية محورية في تاريخ الأمة تخيل حديث رسول الله من أول أدخل وله جزء موجود باسمه جزء هو كتبه يعني تلاحظوا أنت الآن يفخرون بكل شيء لعب كورة مصري مش عارف إيش مصري حتى النوب اللي هم عايشين مظلومية ما أحد يعرف هذا الرحل حبش ثموت يعرفونها أخناتون مدري منه هالطواغيت يعرفونهم كل يعرف علماء الفقهاء القدامى طيب يا أخي من جهة الفخر من جهة أنك تكشخ على باقي المسلمين يكشخ على باقي المسلمين يالله قول منه فلان منه بذل ما تكشخ بالطواغيت الفراعنان لا هذا معسول عظمة الأهداف المعلمة داخلة إلى العمق طبعا غير الناس اللي يدودون عيالهم مدارس أجنبية هذه كارثة الكوارث هذا يغرس في ذهني أن الغرب ذولة اللي هم وصلوا له هذا أعلى ما يمكن يصل له الإنسان هذا يحط في رأسه بذرة الحداثة بعدها يصير مؤهل هو قد لا يصل المرحلة النهائية عادة ممكن تأتي عوامل منها هنا ومنها هناك لو موعظة شيخ معينة توقظ الفترة في قلب الإنسان ولا أنت لنسك في البيت تلقى التلقينات معينة فتنقذ شيئا من الأمر لكن عادة توقع أن يوجد فيه أبنائك من هو كذلك هذا طبيعي فحنا قاعدين نضع البيئة القابلة لكل هذه الإحرافات بعدين لو طوعت وتفاجأنا فيها قلنا هوا ليش شلون معقولة يا معود الكلمة التي دائما أذكرها عن الحسن بوسري العلم في الصغر كالنقش على الحجر كثير من الناس يظن أن العلم المقصود هنا مجموعة معلومات تلقى للإنسان لا 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 هناك ممارسات تصنع قالبا فكريا كامل هذا القالب يكون فعلا كالنقش في الحجر لأنه يصير منهج حياة لاحق الموقف بين الحرص على المدرسة وإهماء صلاة الفجر بني الاهتمام بالدراسة بشكل كبير جدا مع جعل الدين خيارا شخصيا حتى أنك ممكن إذا فاتتك الصلاة لا يمكن أن يأتيك أهل بيتك واحد أنت والآخر يسألك لماذا لم تصل لها إلا حين خرجوا أختها ولكن إذا غبت عن المدرسة ماذا يحصل؟ البيت كله في شوية يجي واحد ليش غبت؟ ليش غبت؟ غايب اليوم؟ غايب اليوم؟ ليش غبت؟ في الواقع هذه الممارسة ليس ممارسة اعتباطية هذه الممارسة جاية من عقيدة جاية من شيء اسم منظمة الأهداف المعلمة لدائما نتحدث عنها نحن نظن أن هذا هو الطبيعي لكن في الواقع هذا أمر ليس طبيعيا هذا أمر لا يتناسب مع عقيدتنا ما هي ممارسة اعتباطية هي ممارسة عقائدية تماما كثير من الناس هو متدين يؤمن بالآخرة يؤمن بكذا لكنه في واقعه منظمة أهدافه علمانية عنده خط أهداف دنيوي والآخرة هذه الموارسات الشخصية وعصى الله أن يغفر لنا ويتجاوز عننا أما أن أمر الآخر يسيطر على كل شيء لا الدين في حقيقته فيه الأجوبة على الأسئلة الوجودية فينبغي أن يكون حاكما على كل الوجود ومنه ينطلق كل شيء الله عز وجل هو الأول الأول من أسماء الأول هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى لذا هو ينبغي أن يكون الأول في أي شيء في حياتنا يكون الأول نقرأه من خلال عقيدتنا في الله عز وجل ثم بعد ذلك نبدأ ننظر في الأمور فالله عز وجل هو الذي أوجدنا وهو الذي حدد غايتنا من الحياة وهو الذي يتحكم مصيرنا الأخروي هذه الحقائق الثلاثة ينبغي أن تكون حاكمة على كل دقيق وجلين في الحياة لأن هذه صارت مزل قيمة اللي حاضب بكل شيء ما الذي سيخرج منها؟ لذي يخرج منها الشيء لكن نحن نظرتنا للدين على أنه قسيم لهذه الدنيا وليس شيئا حاكما عليها محددا لما هي وجدت أصل وإلى أن يستنتهي لا هو قسيم ممارسة شخصية يعني الآن إنسان لما نقيم الدول نقول هذه الدولة متقدمة دائما بقائس دنيوية يعني لا يمكن أن نقول هذه دولة متقدمة دينية ليش؟ لأنه التدين هذا ما له علاقة هذه الممارسة شخصية وفي الآخر الأمر هيا الدين ليس شيئا إذا فقده الإنسان فهو أفشل الخلق ولو كان أعلى الناس في الدنيا لأنه في النهاية سيكون خاسرة لا الدين شيء معزود الدنيا لها أهداف هوذن والدين له أهداف هذا الذي أحدث هذه الممارسة بطبيعة الحالة أنا لا أتكلم من برج عاجي أنا كنت متفوق دراسية كنت أطلع الأول ومرت علي الحالة اللي أنا كنت أتكلم فيها وتقريبا مريت بكل الحالات باترة من فترات كنت مهتم بالرياضة وحاولت أسجل بنادي وإلى آخره طيب حتى كنت حارث مرمى ممتاز جدا دائما نحطوني الحارس وبعدين تركت هذا الموضوع لما دخلت في السياقات تديوني وأيضا مريت بفترة اهتممت فيها بالسياقات الحقوقية أصلا تقرأ جرائد وقضايا النظال ومش عارف إيش وأيضا موضوع علموي أنا علمي أصلا خريج علمي وأيضا عما اهتميت مدب بهذا القضايا العلم والعلم والعلم كنت تتابع وثائقيات وإلى آخره الحد ما انتبهت أنه الموضوع أصلا حباس داخل الطبيعة دون أن ننظر من أين جاءت هذه الطبيعة وفيها بلاوية كثير من وثائقيات كنت أسمع الكفر بشكل واضح طيب وقضايا الشعر والأدب اوه ايضا اشتغلت بهذه السياقات وأما الموضوع الشرعي فالله المستعان واحد بداياته في طلب العلم كانت هذا هذا فكر حكرتنا أنها معلومات وتكثر وإلى آخره حلاء أن نظرنا بكلام الأوائل حتى فهمت الأذر مع بعض السؤال لم نطلب العلم لله يعني في بداية لم نطلب العلم لا ثم وصارى لله وكثير منها حقيقة ما هي قصة عقل لا 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 هو يعني منه إلهي ودائما حتى من أشوف الحديث من يرد الله به خيرا يفقه يرد الله به خيرا حقيقة لما أقراها يعني أسأل الله عز وجل من فضل فأنا لا أتكلم من ورج عاجي لا 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 مرين بكل هذا وغير اللي رأيناه من إخواننا وأصدقائنا اللي ذهبت بهم الأمور يمنة ويسر حتى ممن التزموا لكنهم بعدين أخذتهم الأمور هذه أخذتهم إلى حقوقية أو إلى علموية أو إلى تطلب للشهرة أو إلى تأكلهم بالعلم الشرعي أو إلى بابهم مع أبواب الأدب غير المؤدب كل هذه الأمور ممكن أن ينظر بصورتها المباحة إن وجدت إن وجدت في سياق منظومة الأهداف الشرعية لا منظومة الأهداف المعلمة والله المستعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر